السلام عليكم عشبة القديسين ان شيء من انظر لنخação لا cancel da semálogo تعرفوا اسماء لا في الجزائر او لا في اوروبا او لا في المغرب تعرفوا هذه الأسماء كلهم و تعرفوا و فوائد بها و طريقة الاستعمال numérique эта This is عشبة الرحمن من ايطاليا من اسبانيا و من الفانيا من اوروبا سأت负 vous صوت والصورة بشتعرفوها اسميتها عشبة القديسي عشبة الرحمن ميل بيرتوي عقل العلاد الاسماء حشيشة القلب الهيورو فاريقون عشبة الماعيز السانتيجون هادو هما الاسماء ديالها يعني سولوا العلاد الاسماء هادو وللقيتوا العشبة كما هي خودوها وكان قولا دائما خودوا العشبة كما هي واستعملوها او لنتو ما لغا تطحنوها واستعملوها ومن الفوائد ديالها انها مزيانة الامراض الكيلة شوفوا امراض الكيلة اعصاب ديال الماعيدة مزيانة الاكتئاب القلق قلة النوم الوسواس القهري وهو يعتبر كمكمل غدائي للاكتئاب مكمل غدائي للاكتئاب انها مزيانة انقطاع الطمط بمعنى المرأة الوصلة 44 والتقطاعات عندها العادة الشهرية يكون عندها الارق والقلق والتوتر ومع بحلقة تتقلب عندها النظام ديال جسم ديال الداخلي وهادو العشبة هادو راه مزيانة هي راه مزيانة لاتثربات نقص الانتباه والعكس يعني وفرط الانتباه زيانة الوسواس او الوسواس القهري ومفيدة جدا الجهاز العصبي استعملوا راه عشبة طبيعية ما تخافوا من هولو عشبة كاملة شاملة ودواء قيم الناس اللي عندهم الاعصاب لان كثير من الناس عندهم المشكلة ديال الاعصاب والقلق والتوتر لما خاش استعمل هادو العشبة هادي مسكينة الالم بكثرة يعني عندهم اللحن الله وعيكم سرطانة ولا عندهم شي مرض مزمن هادو كيدير مسكينة لكيدير مسكينة بزا فرما ليش يستفيد منها حين دوك المسكينة اللي كيدير اقوى بكثير من هادو العشبة هادي ومع عمرو غيستفيد منها المرأة الحامل المرأة الحامل ما تديرش عشبة القديسين تتفوت سبعة اشهر والاطفال اللي عندهم خمستاشر سنة لتحت ملك السعملها واحد الاسبوع الاول اي عارض من الاعراض جاك راه شي عادي راه من يتفوت السيمان ان شاء الله راه تولي مزيان واهم حاجة عندنا هو انك تعالج من ذاك المشكل وتخرج من ذاك الدوما دي الاكتئاب والقلق والامراض العصبية وراء ضروري غنوريها لكم ان شاء الله باش تشوفوها مزيان وتعرفوها كما هي وخدوها كما غنوريها لكم باش ما يبيعوش لكم شي حاجة ماشية ديك وتستعملوها وتقولو راه ما درت لي اولو اذا اخذتو عشبة تلقي ديسين عشبة الرحمن كما هي كنوا علي يا خير انكم غتستفيد فيت الاستعمال كتتاخدو ملعقة صغيرة من هذه العشبة هادي وكتديروها في الماء دافئ كتتحركوها وكتخليها واحد عشر دقائق تكتلق مزيان بعد العصر وبعد المغرب هذه هي العشبة باش تعرفوها مئة في المئة شوفوها مزيان وعقلو عليها هانتوما يعني ارام سدودة كامي لها هذه نقطعها ان شاء الله دائبة هذه العشبة هي هذه العشبة انا اخوى لكم فحن طبصيل باش تعرفوها وتشوفوها زيان هانتوما هانتوما شتوها كديرة شتلون ديلة اقلو عليها بزيان او لاصوروها شوفوها بزيان هانتوما هذه هي العشبة اقلو عليها بزيان عشبة تلقي ديسين هي هادي شفتوها بزيان أتمنى تكونوا استفتوا معنا إلى لقاء آخر وفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله